موسيقى مشاهدين متابعة تلفزيون يوم السابع في كل مكان أهلا بخضراتكم أسابيع وربما أيام قليلة ويبدأ الهجوم المنتظر الذي تحدثت عنه أوكرانيا على مدار أشهر الذي تستهدف به ضحر القوات الروسية في المناطق التي توغلت فيها منذ بداية الحرب لكن كييف تواجه العديد من التحديات التي تجعل الانتصار ضرورة هذه المرة من أجل ضمان استمرار الدعم الغربي لها قالت صحيفة نيويورك تايمز أن أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية بحلول الشهر المقبل بحسب مقال مسؤولين أمريكيين في ظل مخاطر وشيكة فبدون تحقيق انتصار حاسم فإن الدعم الغربي يمكن أن يضعف ويمكن أن تصبح كييف تحت ضغط متزايد بدخول مفاوضات خطيرة من أجل إنهاء أو تجميد الصرع أشارت الصحيفة أيضا إلى أن الولايات المتحدة ودول النيتو قدمت لأوكرانيا مدفعية ودخائر للمعركة القادمة والآن يقول المسؤولون أنهم يأملون أن تستمر هذه الإمدادات في تغيير ما كان عليه الحال قبل شهرين عندما كانت الأسلحة تتضفق فقط وكان المسؤولون الأمريكيين قلقين من أن الإمدادات قد تنفذ في الوقت نفسه من المتوقع أن تصبح 12 كتيبة قتالية أوكرانية كل منها مكوانة من 4000 جندي جهزة بنهاية إبريل تقوم الولايات المتحدة بتدريب وإمداد 9 من هذه الكتاب وعلى الرغم من أن أوكرانيا لا تشارك تفاصيل كثيرة تتعلق بخطتها العملياتية مع المسؤولين الأمريكيين فإن الصحيفة ترجح أن تبدأ العملية في جنوب البلاد بما في ذلك على طول ساحل أوكرانيا على بحر أزوف بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ونقلت نيويورك تايمز عن سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا والمسؤول رفيع المستوى بالنيتو قولوا أن كل شيء يتوقف على هذا الهجوم المضاد فالجميع يحدوه الأمل وربما التفاؤل المفرط لكن أي الهجوم سيحدد ما إذا كان سيكون هناك نتيجة لائقة بالأوكرانيين من حيث استعادة الأراضي في أرض المعركة وخلق نفوذ أكبر للحصول على قدر من التسوية بالتفاول في حين يقول المسؤولون الأوكرانيون أن هدفهم هو اختراق الدفاعات الروسية المحفورة وإحداث انهيار واسع النطاق في الجيش الروسي فإن المسؤولين الأمريكيين يقدرون بأنه من غير المرجح أن يؤدي الهجوم إلى تحول كبير في الزخم لصالح أوكرانيا يواجه جيش أوكرانيا العديد من التحديات وهو أحد الأسباب التي تجعل الجمود هو النتيجة الأكثر احتمالا فالقتال في بخموت شرق أوكرانيا خلال الشتاء قد استنست احتياطي الزخيرة وأدى إلى خسائر كبيرة في بعض الوحدات ذات الخبر مع ذلك فإن المسؤولين العسكريين الأمريكيين يقولوا أن من الممكن أن يفاجئهم جيش أوكرانيا مرة أخرى فهو الآن يتسلح بالدبابات الأوروبية ونقلات البنود المدرعة الأمريكية وأيضا لديه وحدات جديدة مدربة ومجهزة من قبل قوات النيتو والأمريكيين وكان وزير دفاع البريطاني بين والس قد قال خلال زيارته لواشنطن خلال الأيام الماضية أنه متفائل بإمكانية أن تواصل أوكرانيا الزخم بين العام الجاري والقادم لكنه قال أيضا أنه ينبغي أن يكون واقعيا ولم تكون هناك لحظة عصى سحرية لموعد انهيار روسيا على حد قوله وعلى الرغم من أن أوكرانيا قد ابتعدت عن السرية المعتادة المحيطة بالخطة العسكرية من خلال التحدث صراحة عن المعركة القادمة ذلك لأن القادة الأوكرانيين بحاجة إلى حشد الروح المعنوية والضغط على الغرب للحصول على الأسلحة فإن المسؤولين الأمريكيين يتوقعوا أن يستخدم الجيش الأوكراني الخداع لإخلال توازن الروس ترى نيويورك تايمز أيضا أن أفضل فرصة لأوكرانيا لتقديم عرض جيد في الهجوم المضاد بتعتمد على الاستخبارات الأمريكية والأوكرانية وحلف النيتو فلو استطعت الولايات المتحدة وحلفائها تحديد نقاط الضعف في الدفاعات الروسية من الممكن أن تستغلها كييف في ظل السرعة والحماية التي توفرها الدبابات ومركبات برادلي المدرعة غير أن المكاسب الكبيرة غير مضمونة أو غير مرجحة بالضرورة وفقا للصحيحة فسحة المعركة مليئة بالألغام التي وضعها الروس وسيعتمد التقادم الأوكراني على ما إذا كانت قوات كييف قادرة على نشر معدات إزالة الألغام التي قدم الغرب الكثير منها واجه روسيا تحديات بدورها فمنذ بداية الغزو كانت هناك شكوك حول الكفاءة الأساسية للقادة الروس وإمدادات الجنود المدربين جيدا والعتاد والقذائف الخاصة بالمدفعية ووسع الروس استخدام صواريخ كروز وفقدوا الألاف بخموت وحدها استنزفوا مخاسن الزخيرة الخاصة بهم أسرع مما يمكنهم إحلالها بالإنتاج المحل لكن روسيا بتعمل لسد هذه الفجوات فكثفت القوات الروسية قدرتها على استخدام المسيرات والمدفعية لاستخدام القوات الأوكرانية بشكل أكتر فعالية وبدأوا مؤخرا في استخدام القنابل الانزراقية بالتستخدم الجاذبية وأجهزة التوجيه الأساسية للوصول إلى أهدافها دون إحداث ضجيج بتقول الصحيفة أن هذه الجهود تعني أن فرصة أوكرانيا لتحقيق مكاسب كبيرة ضد القوات الروسية المستنزفة قد لا تظل مفتوحة إلى أجل غير مسامة مشاهدين كانت هذه تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وإلى أين تصل وما المتوقع منها خلال الفترة المقبلة شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء موسيقى